فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله ورؤي هذا الحديث عن أبي نظرة عن جابر وفي الصحيحين عن عمر نعم هذا الحديث يعني الرواية الثانية بينت المجهول في الرواية الأولى وأنه جابر لأن أبا نظرة حدث به عن من لم يسمه وفي هذه الرواية سمعه جابرا قالوا في الصحيحين عن عمر بن العاصي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف نعم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه قال ألا إن آله لان يعني من أقاربه من بني هاشم من بني هاشم أقرب الناس إليه في النسب أقرب الناس إليه في النسب قال إنهم ليسوا لي بأولياء ما داموا كفارا فهم ليسوا أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من نسبه وأقاربه إن إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولي الله وصالح المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى له أمره أن يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فالولى والبرى على هذا الأساس الولى لأهل الإيمان يعني المحبة في القلوب تكون لأهل الإيمان والبرى وهو البغض في القلوب والأعمال إنما يكون لأهل الكفر فالولى والمحبة والنصرة لأهل الإيمان ولو لم يكونوا أقاربك لأنهم أقاربك في الإيمان وهذا أقوى من القرابة في النسب ولو كانوا من غير أقاربك أما الكفار ولو كانوا أقاربك فليسوا أولياك ولا يجزلك أن تحبهم قال تعالى لقد كان لكم وسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال تعالى لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس نسبا إليه إن آلف لا ليسوا بأولياء لماذا؟ لأنهم كفار ولا ينفعهم قرابة النسب والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا قريشا وخصا وعم عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش يا بني هاشم يا عباس عم رسول الله يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد كلهم يقول لهم اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا فلم تنفعهم قرابتهم من الرسول بدون عمل صالح إنما يشترون أنفسهم بالعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له فهذا في رد على الذين يفتخرون بالأنساب دون عمل صالح